النهاردة محمد عبد الشافي جدد عقده حتى 2024 مع نادي الزمالك وفي رأيي محمد عبد الشافي هو اللاعب اللي يتحط قبل اسمه كلمة رمز رمز النادي الزمالك بموهبته الكبيرة بعطاءه الكبير بأخلاقه وهدوءه لسمعت أزمة عن تجديد محمد عبد الشافي في أي لحظة من لحظات تاريخه مع نادي الزمالك لسمعت أزمة وهو بيتفاوض على الفلوس حسب معلوماتي النهاردة أن محمد عبد الشافي طلب تخفيض لاتبه مع نادي الزمالك مراعطة لزروف نادي الزمالك واحد غيره يستغل الأوضاع وش معنى فلان بيطلب كتير أصلا أنا مش أقل من فلان أصلا أنا بقى فيها أولى أصلا أنا بقى أعلى لعب في النادي انتوا عارفين الكلام اللي في كل الأندية مش بس الزمالك في كل الأندية بتسمعه كتير محمد عبد الشافي لعب حقيقي مخلص لفنلة نادي الزمالك لعب حقيقي مخلص لشغله لا سمعت تعامل أزمة مع الزمالك ولا حتى أزمة بتصريحات مع نادي آخر ولا عامل أي حكاية ولا بيطلع تريند على السوشال ميديا ولا بيعمل قصف جبهات على انستجرام ولا بيعمل أي حكاية هو لاعب حقيقي تاريخي النادي الزمالك وأستحق كلمة رمز النادي الزمالك نادي الزمالك وجمهير النادي الزمالك وجمهير الكورة المصرية دائما هتتذكر محمد عبد الشافي بالخير لأنه حقيقي لاعب محترم